ينضم إلينا من واشنطن نرامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية مرحبا بك رامي مما هي تفاصيل لديك حول مسودة هذا القرار مرحبا شيمة حتى الآن ليس هناك في الحقيقة أي تفاصيل إضافية أكثر مما ورد من خلال رويترز مشروع القرار الأمريكي لا يزال قيد الكتابة الآن أو قيد الصياغة وأعتقد أنه سيمر بأكثر من مرحلة حتى يتم طرحه على مجلس الأمن الدولي ولكن فقط أهم نقطتين نستطيع أن نرصدهما في هذا المشروع هي نقطة الوقف المؤقت الذي تريده الولايات المتحدة لإطلاق النار في غزة والنقطة الثانية ربما الأكثر أهمية أيضا هي مسألة أنه ليس من المناسب أو لا يمكن القيام بأي عملية برية في رفح في الوقت الراهن هذا وإن كان يدل على شيء فهو يدل على أن وجهة النظر الأمريكية تجاه هذا الصراع تغيرت في الحقيقة تغيرا كبيرا إذا ما قارناها ببداية هذا الصراع بعد ما حدث في السابع من أكتوبر من عام 2023 وجهة النظر الأمريكية الآن أصبحت تنحو أكثر إلى إنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن أصبحنا نستمع إلى المسؤولين الأمريكيين وهم يتحدثون عن وضع نهاية مناسبة لهذه الحرب بدأ الحديث أكثر عن غزة ما بعد الحرب بدأ هناك كلام عن دولة فلسطينية لم نكن نسمعه من قبل أو لم نكن نسمعه بهذا التركيز وبهذه الصورة من قبل المعروف أن الولايات المتحدة يعني مقتنعة بحل الدولتين دولة فلسطينية بجانب إسرائيل ولكن أن يتم الحديث عنه بهذا التركيز هذه الأيام والتركيز عليه في واشنطن فهذا أمر مختلف كل هذه في الحقيقة مؤشرات تدل على أن مشروع القرار الذي ستطرحه الولايات المتحدة في مجلس الأمن يتضمن هذه النقاط أو هاتين النقطتين الأساسيتين بالإضافة طبعا إلى نقاط أخرى أعتقد أن هذا المشروع قد يكون له نصيب أفضل في الموافقة في مجلس الأمن هذا طبعا إن لم تكن هناك أي اعتراضات من أي دول أخرى أو من الصين وروسيا على وجه التحديد إذا ما تم طرحه والتصويت عليه ضد أو مع القرار واستخدام حق الفيتو هل يفسح الحديث عن مصودة هذا القرار رامي لي المجال بشكل أوسع لتوترات ومستوى من التوترات في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة؟ قد يكون التوتر بدأ بالفعل في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل يعني هي فجوة تتسع منذ فترة طويلة منذ بداية ربما العدوان الإسرائيلي على غزة هناك فجوة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تتسع يوما بعد يوم وصلت ربما إلى ذروة الاتساع هذه الأيام خصوصا أن إسرائيل ترفض كل مقترح أمريكي بخصوص هذا الصراع أو بخصوص هذه الحرب تتحدث معها في أنه يجب أن يكون هناك خطة موثوقة قبل اقتحام رفح فتعترض إسرائيل وتبدأ في عمل ما يشبه المناوشات مع رفح حتى الآن هي ملتزمة مع مولايات المتحدة بتقديم خطة ولكن حتى الآن لم تتلقى الولايات المتحدة من إسرائيل أي خطط بهذا الشأن أمور كثيرة أيضا تتعلق باستهداف المدنيين استهداف البنى التحتية في غزة كل هذه الأمور تطالب بها الولايات المتحدة باستمرار وإسرائيل لا تلقي لها بالا وهذا في الحقيقة صنع فجوة تحدثت عنها بعض وسائل إعلام الأمريكي وقالت إنها حالة من الإحباط موجودة لدى المسؤولين الأمريكيين وموجودة في البيت الأبيض وأن الموضوع أصبح ربما أقرب إلى القطيعة ولكن في النهاية الولايات المتحدة وإسرائيل مضطرتان للتعامل سويا يعني هو تحالف الآن أصبح تحالف اضطراري أو صداقة اضطرارية كل منهما تريد أو يجب عليها أن تعتمد على الأخرى وهذا بشكل سياسي واقعي بحث لا يمكن الاستغناء عن هذا التحالف في هذه اللحظة ولذلك تتحمل الولايات المتحدة الكثير مما تراه من إسرائيل من عدم الاستماع خاصة أنها تمد لها يد المساعدة وتنتظر منها أن يكون هناك عرفان أو أن يكون هناك رد لهذه المساعدة على الأقل أن تستمع إلى توصياتها ولكن هذا لا يحدث الآن ورغم ذلك تستمر العلاقات بهذا الشكل ولكن ببعض الجفاء أعتقد أن هذه الخطوة في مجلس الأمن وخاصة ما ينطوي على مسألة القيام بعملية في رفح وأن الولايات المتحدة سيتضمن مشروع قرارها المقترح التي تشن عملية عسكرية في رفح في الوقت الراهن وكلمة الوقت الراهن معناها أنه لن يتغير شيء في الوقت الراهن ولم تتغير الظروف ولذلك فكأن هذه المادة تعني أن إسرائيل لا يجب أن تقوم بأي عملية عسكرية في رفح أعتقد أن هذا سيزيد التوتر وسيزيد العناد الإسرائيلي في التعامل مع الولايات المتحدة أكثر وأكثر وربما بالفعل تسوق العلاقات بشكل أكبر ولكن حتى وإن ساءت العلاقات وصلت إلى أقصى مدى فلا يمكن لهذا التحالف أن يتم فكه الآن الولايات المتحدة وإسرائيل تحالف قوي جدا ولن نشهد يعني لا أعتقد على الأقل أننا سنشهد أن الولايات المتحدة ستتخلى عن إسرائيل خاصة في هذه اللحظة وخاصة أن لهم هدفا مشترك كما يقولان يعني هم يريدون تدمير حركة حماس وطالما أن هذا الهدف سيظل هدفا مشتركا فيما بينهما فلا يمكن لهذا التحالف أن ينفك الآن ولكن العلاقات ما بين الدولتين بالتأكيد تتأثر بكل هذه الظروف وبكل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة رمي مسودة القرار الأمريكي تنص على أن شن هجوم بري كبير على رفح الفلسطينية سيلحق مزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي إلى نزوحهم إلى دول مجاورة في هذا النص تحديدا هناك وجهة نظر أمريكية تتطابق كثيرا وبشكل مباشر أو مع وجهة النظر العربية وعلى رأسها مصر كيف يبدو وجهة النظر الأمريكية بشأن هذا الأمر فيما يخص حقوق الفلسطينيين رفض التهجير القصري إقامة دولة فلسطينية وكل ما تدعو له الوهود العربية وعلى رأسها مصر طبعا الولايات المتحدة في بادي الأمر لم تكن في الحقيقة مقتنعة بمسألة رفض التهجير القصري للفلسطينيين يعني هي كانت تبحث عن أقرب حل ممكن لإنهاء هذه الأزمة وكان هناك طروحات أمريكية كثيرة تتحدث عن ذهاب الفلسطينيين إلى أي مكان آخر غير غزة حتى تنتهي العملية العسكرية وعندها سوف ننظر في عودتهم هكذا كانت ترى الولايات المتحدة مع بداية الصراع في السابع من أكتوبر ولكن بعد أن جلس المسؤولون الأمريكيون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونذكر هذا اللقاء ما بين وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعني لقطة نتذكرها جيدا في بدايات هذا الصراع بعد هذا تحول الموقف الأمريكي تماما في الحقيقة يعني فيما يخص مسألة التهجير القصري بدأت الولايات المتحدة تعي أن خروج الفلسطينيين من غزة هو ليس حلا للمشكلة بل هو مشكلة في حد ذاته وبالعكس هو أكثر من مشكلة وليس فقط على صعيد أن هذه أرض فلسطينية ويجب أن يبقى فيها الفلسطينيون لا بل إن هناك مخاوف أمنية كثيرة تتعلق بإسرائيل نفسها أو تتعلق بأمن إسرائيل إذا ما خرج الفلسطينيون من غزة هذا واحد الأمر الثاني هو اتساع رقعة الصراع والذي تتحدث عنه الولايات المتحدة منذ البداية وأنها لا تريد أن تتوسع رقعة الصراع إذا أخذت طرفا من هذا الصراع وأخرجته خارج منطقة الصراع فإنك بذلك توسع الصراع وبذلك أصبحت الولايات المتحدة ترفض بشكل واضح الآن التهجير القصير للفلسطينيين وأن غزة أرض فلسطينية ويجب أن يبقوا فيها حتى تسوية هذا الأمر من واشنطن نرامي قبل مراسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا لك رامي